الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعامل معرفة هذا هو المقطع الخامس والأربعون بعد المئة الدرس الرابع في الإحصاء الوصفي تحت عنوان فرعي هو مقاييس الارتباط التبايل المشترك ومعامل الارتباط أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية في كافة أقطار الوطن العربي وأقطار العالم وعلى بركة الله نبدأ مقاييس الارتباط التبايل المشترك ومعامل الارتباط قدمنا في مقطعين سابقين درسين مفصلين عن مقاييس النزع المركزية ومقاييس التشتت مع أمثلة وتطبيقات نقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع شرحا مفصل عن مقاييس الارتباط وهما مقياس التبايل المشترك ومقياس الارتباط بشكله معامل ارتباط بيرسون بيرسون بردكت مومنت كوريليشن كو افيشن ومعامل ارتباط سبيرمن لرتب سبيرمن رانك كوريليشن كو افيشن التبايل المشترك يعرف التبايل المشترك بين المتغيرين المتغيرين الحقيقيين اكس و واي بأنه التغاير الاني الذي يطرع على المتغيرين صعودا او هبوطا ويأخذ الصيغة الرياضياتي الاتية الكونفاريانس المتبايل المشترك بين اكس و واي يساوي حاصق قسمة قيمتين القيمة الاولى التي اتت في البسط هي الفرق بين مشاهدات اكس الفرق بينها وبين متوسطة الحسابي مضروبا بين الفرق بين مشاهدات واي مطروح منها البسط الحسابي لواي يمقسم على المجتمع الصائي حجم المجتمع الصائي وتساوي الصيغة النهائية البسيطة والمبسطة تساوي حاصل جمع ضرب كل مشاهدة من اكس مع مقابلها من واي اكس اي واي اي يعني اكس الاولى مع واي الاولى اكس الثاني مع واي الثاني وهكذا نجمعها مطروح منها حجم المجتمع الاحصائي مضروب في متوسط اكس بمتوسط واي نقسم على حجم المجتمع الاحصائي هذا التبايل المشترك الآن متغيرا اكس واي الحجم العينة ان وهنا الصيغة المبسطة التبايل المشترك نكمل على شكل مثال لكن مع شرح بسيط حتى نفهم معناه كثيرا ما تتقلقية المتغيرات مع بعضها البعض اذا تتقلب تتبدل تتغير قيمة المتغيرات مع بعضها البعض زيادة او نقصانا بشكل آني اي بالوقت نفسه ما يعني بان المتغيرات مرتبطة بشكل ما وعلى سبيل المثال لنفترض ان لدينا البيانات الرقمية التالية عن المتغيرين اكس واي لكن لابدها ان اذكر احبة الطلب المتابعين بان لابد من ناحية نظرية ان يكون هناك او تكون هناك علاقة بين اكس واي ليس اي تغير بين متغيرين يعني لنفترض ان بان اسعار الحديد في الهند وكمية الامطار بالبرازيل ترتفع مع بعض البعض ليس هناك ارتباط نظري ولا منطقة بينهما ربما تكون من قبيل الصدفة او هكذا طبيعة الحياة اما عندما نتحدث عن الارتباط التبعين المشترك فلابد ان نشدد ونؤكد على الحقيقة بان اكس واي هناك علاقة بينهما الان لنفترض كمثال بان لدينا معلومات التالية عن المتغيرين اكس واي اكس الان اخذ القيم خمسة تسعة ثمانية عشرة خمسطاش ثلاثة وعشرين اما المتغير واي فاخذ القيم التالية سبعة وثلاثين خمسطاش سبعة صفر سالب سبعة وسالب عشرين الان من هذه البيانات نقوم بحساب متوسط اكس ومتوسط واي وحاصل ضرب اكس مع واي يعني نضرب هذه القيمة في هذه القيمة منضيف لها حاصل ضرب القيمة هذه القيمة ومنضيف لها حاصل ضرب ثمانية في سبعة زائد او تضاف لها حاصل ضرب عشرة في صفر وهكذا حتى ننتهي هلا الان ان شاء الله سأبين ذلك بالشرح المبسط التالي الحسابات عندي اكس اي اخذها القيم كما ذكرت قبل قليل التالية خمسة تسعة ثمانية عشر خمسطاش ثلاثة عشرين فمجموحها مجموح هذه القيم يساوي سبعين عفوا وعددها ستة هناك ست قيم خمسة يعني واحد نين ثلاث أربعة خمس ستة ست قيم لكن مجموحة يساوي سبعين وهناك ست قيم لواي سبعة ثلاثين خمسطاش سبعة صفر سالب سبع سالب عفرين مجموحة ثلاثين لكن عدد هذه القيم ستة والآن عندما نضرب اكس الاولى مع واي الاولى بيطلع عندي مية وخمسة ثمانية واكس الثانية مع واي الثانية يساوي مية وخمسة ثمانية وهكذا فبكون المجموع سالب مية وتسعة وثمانين مجموع اكس في واي يساوي سالب مية وتسعة وثمانين نكمل الاوساط وتطبيق الصيغة الآن كما ذكرنا قبل قليل بأن مجموع هذه القيم ساوي سبعين وعددها ستة مجموع هذه القيم اثنين وثلاثين وعددها ستة ومجموع حاصل الضرب اكس في واي يساوي سالب مية وتسعة ما يعني الآن بأن متوسط X هو 70 مقسم على عدد المفردات وهو 6 إذن 70 تقسيم 6 يساوي 11.667 أما متوسط Y فهو حاصل جمع هذه القيام اللي هو 32 مقسم على عدد القيام اللي هو 6 فالنتيجة بتكون 32 تقسيم 6 يساوي 5.333 متوسط X هنا وهذا متوسط Y أما الآن بناء على الحسابات السابقة يكون التباين المشترك للمتغيرين X و Y كما يأتي covariance اللي هو الآن التباين المشترك بين X و Y في الصيغة النهائية المبسطة ذكرنا بأنه حاصل جمع ضرب القيمتين كل مفردة بالمقابل إلها حسب ترتيبها مطروح منه حجم المجتمع الإحصائي مضروب في متوسط X ضرب متوسط Y ينقسم على حجم المجتمع الإحصائي وبالتالي بتكون النتيجة النهائية للتباين المشترك قيمة التباين المشترك يساوي سالب 189 سالب 6 مضروب في X bar اللي 11.667 مضروب في Y bar اللي هو متوسط Y 5.333 مقسم على 6 ويساوي سالب 93.722 هذه قيمة التباين المشترك المحسوبة صفات التباين المشترك صفات التباين المشترك مهم جدا أولا إذا كانت A و B ثابتتين فإن الـ covariance أو التباين المشترك لـ A X مضروب عفوا A مضروبة في X طبعا A X مع B Y تباين المشترك بين هاتين الكمياتين A مضروبة في X والكمية الثانية B مضروبة في Y تساوي A B مضروبة في الـ covariance X و Y covariance أو التباين المشترك بين X و Y مثال إذا كانت A تساوي 5 B تساوي 8 فإن التباين المشترك بين A X و B Y تساوي 40 5-8 تساوي 40 مضروب بالـ covariance أو التباين المشترك بين X و Y ثانيا إذا كانت A ثابت و X متغير فإن الكو covariance بين المتغير والثابت يساوي صفرا مثال إذا كانت A تساوي صفرا عفوا عن 5 إذا كانت A تساوي 5 فإن الكو covariance بين X و 5 تساوي صفرا ثالثا التباين المشترك بين المتغيرين X و نفسه يعطي تباين متغير أي أن الكو covariance بين X و X يعني التباين مشترك بين X ثم X نفسها يساوي تباين X تباين X أو variance of X رابعا وأخيرا إذا كانت A و B ثابتتين فإن الكو covariance تباين مشترك بين A زائد X من جهة مع B زائد Y من جهة أخرى يساوي الكو covariance أو التباين المشترك بين المتغيرين فقط X و Y لأن التباين هنا صفر وهنا صفر لأنهما ثابتتان الآن ندخل في موضوع من مقيس الارتباط معامل ارتباط بيرسون معامل ارتباط بيرسون حتى نبرر المقصود بيعني لماذا تم اكتشاف أو خانون لماذا تم تصميم مثل هذا المعامل لأن السبب يعود إلى هذه المراحظة عند النظر إلى طريقة حساب التباين المشترك بين متغيرين ونتيجة الحساب نجد أن قيمة التباين المشترك التباين المشترك قيمته باعتباره مؤشر للعلاقة بين المتغيرين هذه القيمة غير محددة unbounded أي أن قيمة التباين المشترك قد تأخذ أي قيمة على خط الأعداد بالسالب بالموجب ما لا نهاية أو أقل سالب ما لا نهاية أو أكثر ومن أجل تصفية هذا المقياس من العيب نقوم بقسمته نقوم بقسمته على حاصل ضرب الانحراف المعياري لكل من المتغيرين فينتج من هذه العملية مقياسا مشدبا وله معنى ومحدد القيمة وهو ما يعرف بالارتباط لكنه تحت مسمى معامل ارتباط بيرسون أو معامل بيرسون الارتباط بين المتغيرين ويأخذ الصيغة الآتية هذا الكوريليشن معامل بيرسون الارتباط كوريليشن بتوين اكس واي معامل ارتباط بين اكس واي يساوي حاصل قسمة التباين المشترك بين اكس واي مقسم على حاصل ضرب الانحراف المعياري لأكس مضروب في انحراف المعياري لواي هذا معامل بيرسون الارتباط وهذا قيمة التباين المشترك وهنا حاصل ضرب تباين المتغيرين اكس واي وقيمة هذا المؤشر أو المقياس ارتباط بيرسون هذا معامل ارتباط بيرسون باوندد محصورة في الفترة الكوريليشن جاي بين صفة سالب واحد وواحد سالب واحد أي أنه محصور بين موجب واحد وسالب واحد موجب واحد وسالب واحد نكمل باستخدام البيانات الرقمية المذكورة في المثال السابق نجد بأن الانحراف المعياري لأكس كان يساوي 6.44 والانحراف المعياري اليواي يساوي 19.6 ما يعني بأن معامل ارتباط أو معامل بيرسون الارتباط يساوي سالب 93 قيمة التباين المشترك اللي هو سالب 93.77 مقسم على حاصل ضرب الانحراف المعياري يكون متغير وبالتالي النتيجة النهاية بتكون سالب فاصلة 7.44 تقريبا 3-4% لكن سالب 3-4 75% سالب معامل بيرسون الارتباط قيمة التباين المشترك طبعا وهذه النتيجة معامل بيرسون الارتباط وهنا طبعا نسيت يعني نسيت أن أضع هنا كول آوت اللي أذكر دائما بأن هذا هي قيمة الانحراف المعياري للأكس مضروف في قيمة الانحراف المعياري اليواي هذه القيمة طبعا سالبة تعني أن العلاقة بين المتغيرين عكسية وقوية إلى حد ما يعني تحكي أنت 75% معنى ذلك بأنها قوية إلى حد ما نكمل يبين الشكل الآتي الصورة البيانية لمعامل الارتباط رو بقيم مختلفة أنا الآن معامل الارتباط بين أكس و واي تام 100% لكنه سالب العلاقة سالبة بين أكس و واي وبالتالي كل نقاط أتت على خط مستقيم هنا معامل الارتباط مواحد اللي هو 100% موجب العلاقة موجبة بين أكس و واي وكل النقاط وقعت على الخط المستقيم لكن العلاقة موجبة هنا ليس هناك علاقة رو اللي هو معامل الارتباط ساوي صفرا هنا يعني بعض النقاط كانت فوق الخط المستقيم وأخرى تحت الخط المستقيم لكنها قريبة من بعض وتنحدد باتجاه معين طبعا اتجاه سالب فقدرنا هنا معامل الارتباط بأنه يساوي سالب 95% وأخيرا هنا موجب 95% العلاقة موجبة تقريبا تشبه هذه الحالة لكنها موجبة فالعلاقة موجبة بين أكس و واي ومعامل الارتباط يساوي 95% هنا علاقة قوية قوية صفر قوية جدا هنا علاقة تامة هنا علاقة قوية جدا علاقة قوية جدا هنا لا علاقة بين أكس و واي يوضح الشكل الآتي القاعد العامة عن قوة العلاقة بين أي متغيرين مقاسة بقيمة معامل اعتباط الآن هكذا يصنف الإحصائيون والاقتصاديون القياسيون العلاقة بين أي متغيرين من خلال قياس الاعتباط إذا كان قيمة سالب واحد فالعلاقة قوية جدا أو بين الصفر بين السبعين بالمئة إلى أقل من واحد صحيح بتكون قوية قوية جدا وهكذا هنا علاقة متوسطة بين الثلاثين بالمئة سالب إلى السبعين بالمئة هنا إما بتكون لا علاقة أبدا أو بتكون ضعيفة جدا في هذا المجال هنا وهذا المجال اليمين والإسار هنا العلاقة متوسطة بين الثلاثين بالمئة وسبعين بالمئة موجب والعلاقة قوية جدا فوق السبعين لكن هنا علاقة تامة موجبة إلى وصلة الواحد الصحيح وعلاقة تامة سالبة إلى وصلة الواحد الصحيح السالب معامل سبير من ارتباط الرطبة الآن معامل ارتباط سبير من الرطبة سبير من ران كوريليشن هو مقياس غير معلمي non-parametric مقصود فيها لا يحتاج إلى معلمات لا يحتاج إلى مثل انحراف معياري أو متوسطات المقصود بالمعلمات أنه لا يحتاج إلى متوسط X و Y على سمثال ولا للانحراف معياري إلى أي متغير يقيق قوة العلاقة بين متغيرين فيبين الشكل ألف هنا انتشار الأزواج المرتبة بهذا الشكل ألف على المستوى الديكارتي بالشكل الموجب لاحظوا لي الآن هذه X و Y وهذه القيم المنتشرة تحت الخط هذا المتخيل وفوقه وطبعا هنا قدر معامل ارتباط سبيرمن بأنه يساوي 91% في حين أن الشكل با يبين انتشار الأزواج المرتبة على المستوى الديكارتي بالشكل السالب المطلد حيث بلغت قيمة سبيرمن بارتباط الرطبة سالب 91% فإذا ارتفع أحد المتغيرين وانخفض الثاني فإن معامل ارتباط الرطبة يكون سالبا وإذا ارتفع المتغيران معا فإن معامل ارتباط يكون موجبا كيف نحسبه الآن؟ تكتب الصيغة الرياضية أو الرياضياتية التطبيقية لمعامل سبيرمن لارتباط الرطبة كما يأتي ر معامل سبيرمن لارتباط الرطبة سبيرمن ران كوريليشن يساعد واحد صحيح مطروح من الآن هذا الكسر في البصد ستة هذا الرقم ستة ليس سحريا بالمستقبل إن شاء الله سأشرح لأنه ليس هناك وقت لشرحه ستة مضروب في دي آي تربيع حيث دي الفرق بين الرتب والتي إن شاء الله سأوضحها بعد قليل بمثالين بسيطين جدا جدا فإذا دي آي تربيع هو مربع الفرق بين الرتب مقسم الآن في المقام جاية عدد المفردات مضروب في قوس مربع المفردات مطروح منها واحد صحيح الآن هذا معامل سبيرمن ارتباط الرتب وهذا مربع الفروقات بين الرتب التي سأوضحها كما ذكرت بعد قليل بإذن الله تعالى هذا حجم العين طبعا نكمل الآن كيف نستعمل الصيغة R21 سالب الكسر ستة في مجموع مربعات الفروقات مقسم على حجم المجتمع صائي مضروب في بالقوس طبعا مربع المجتمع الحصائي مطروح منه واحد صحيح أولا نستعرض البيانات هنا أرجو التركيز من قبل أحبة طلب المتابعين نستعرض البيانات كما وردت كما وردت وعلى سبيل المثال لو أن لدينا المتغيران X تساوي 5 2 7 4 لو قرأت هنا 4 7 2 5 ليس هناك فرق شريطة إذا قرأناها من اليسار اليمين فيجب عليك أن تقرأ هنا من اليسار اليمين وإذا قرأناها هنا من اليمين اليسار فيجب علينا أن نقرأ هنا من اليمين اليسار فلو كان لدينا متغيران X تساوي 5 2 7 4 أما Y فكانت مشاهداتها 3 2 9 0 نقوم بإعطاء ترتيب أو رتبة رانك الرتبة أو الترتيب رانك لكل مشاهد البيانات من الأصغر إلى الأكبر أو العكس كما يأتي مثلا نعطي المشاهدات من المتغير X الترتيب أو الرتب الآتي المشاهد 5 هاية شو ترتيبها لو تصاعديا أو تنازليا لنفرض أنها تصاعديا الآن هذه أقل قيمة فتأخذ الرقم واحد القيمة التي تليها 4 فتأخذ الرقم 2 إذن هذه 3 وهذه 4 كذلك الأمر الآن رتب Y أقل قيمة 0 فتأخذ القيمة رقم واحد أو آخر واحدة إذن كما ذكرتها من الأصغر الأكبر أو من الأكبر الأصغر فإذا اخترنا من الأصغر فتكون أصغر قيمة 2 وهنا أصغر قيمة 0 في حين أن أكبر قيمة هنا 7 وهنا أكبر قيمة 9 فإذا أردت أن تعطي الآن أوزان أوزان إما بتعطي أنه للأصغر الوزن الأول وللأكبر الوزن الأعلى أو العكس الآن فستكون النديجة سيئة فالآن نقوم بإعطاء ترتيب أو رتبة لكل مشاهدة من البيانات من الأصغر الأكبر أو العكس كما يأتي نعطي المشاهدات من المشاهدات متغير X الترتيب أو الرتبة الآتية المشاهدة 5 تعطى الرتبة 3 لأن هنا أتت ترتيبها الثالث من حيث القوة التصاعدية وتعطى المشاهدة 2 الرسبة 1 لأنها أقل قيمة وتعطى المشاهدة 7 الرسبة 4 لأنها أعلى قيمة وأخيراً تعطى المشاهدة 4 الرسبة 2 لأنها تأتي بعد الاثنين من حيث قوتها أو يعني حجمها وفي حالة المتغير Y تكون الرتبة كما يأتي تعطى المشاهدة 3 التي هي الأولى هذه الرتبة 3 لأنها هنا أقل قيمة يليها ذلك يليها هذه الثالثة تأخذ سبحان الله نفس المقدار وتعطى المشاهدة 2 الرتبة 2 وتعطى المشاهدة 9 الرتبة الأخيرة 4 وتعطى المشاهدة الأخيرة وهي 0 الرتبة 1 فتكون الرتبة المتغيرين X و Y كما يأتي الآن هنا عندي X و Y هذه الآن قيمها 5 و 3 كما ذكرت 5 و 3 بعدين 2 و 2 نكمل 7 و 9 وأخيراً 4 و 0 الترتيب الآن رتب نلاحظوا الآن هذه القيمة ترتيبها 3 وهذه القيمة ترتيبها 3 حسب ما وردت هنا والآن هذه القيمة ترتيبها 1 هذه ترتيبها 2 كما وردت هنا طبعاً والقيمة 7 ترتيبها 4 أما 9 فكانت 4 وأخيراً ترتيب الأربعة هذه قيمتها 2 يعني ترتيبها 2 أما الصفر فكانت ترتيبه 1 ثانياً الآن تطرح الرتب من بعضها بعضاً أوكي ثم تربع كما يأتي الآن الفرق بين الرتب ثلاث سالب ثلاثة أوكي هنا الفرق ثلاثة مطروح من ثلاثة يساوي 0 مربح يساوي 0 1 سالب 2 يساوي سالب 1 الفرق و مربع يساوي 1 صحيح 4 سالب 4 يساوي 0 مربع يساوي 0 وأخيراً 2 مطروح منها 1 صحيح يساوي طبعاً 1 صحيح وبالتالي المربع يكون 1 صحيح دائماً وأبداً يجب أن يكون مجموع الفروقات صفراً المجموع صفر لكن المجموع هنا قد يختلف قد يكون بالسالب بالموجب لكن لأنه ربعناه عفواً يجب أن يكون حد أدنى صفر وأكثر من صفر لأنه عفواً بعتذر عن الخطأ اللفظي الآن هدي تربيع دائماً بتكون حد أدنى صفر وأعلى من صفر بعد ذلك اللي من أنها مربع فهن مجموع ساوي 2 نكمل الآن بعدين طبعاً ثالث بعد ذلك تطبق سيغة معامل ارتباط مثال مثال على معامل سبيل من ارتباط الرتبة لنفترض أننا لدينا القيم التالية على المتغيرة X و Y عندي الآن X 80 92 102 110 115 Y أخذ القيم 3 12 28 123 هذه هي هذا يعني قيم المتغيران الآن رتب رتبة هذه رقم واحد طبعاً لا X طبعاً رتبناها تصاعدياً أو هكذا وردت عفواً فبكونها ترتيبها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أما هذه تختلف الآن رتب Y واحد هذه ترتيبها واحد هذه ترتيبها ثلاثة هذه ترتيبها اثنين هذه ترتيبها أربعة وهذه ترتيبها خمسة حسب ما وردت في الجدول الآن هذه الرتب طبعاً الفروقات واحد سالب واحد صفر اثنين أو ثلاثة ناقص اثنين سواحد سواء طرحت أنت رتبة Y من X أو X من Y ستعطي بالأخير الجواب النهائي ذاته فهنا ثلاثة سالب اثنين واحد بعدين اثنين سالب ثلاثة سالب واحد وهنا أربعة سالب أربعة صفر وخمسة سالب خمس يساوي صفر المربعات طبعاً هذه هي الفروقات أما مجموعة الفروقات يساوي صفراً كما ذكرت الآن هو دي تربيه عندما نربع هذه القيم صفر واحد واحد صفر صفر ما يعني الآن بأن المجموعة اثنين لهذا هو مربع الفروقات مربع الفروقات في هذه الحالة R تساوي واحد سالب ستة في اثنين هنا المجموعة اثنين كما ذكرت قبل قليل والستة الرقم ليس سحري سأذكر فيه رقطع قادم بإذن الله نمقسم على حجم المجتمع الإحصائي خمسة مضروف في القوس خمسة تربيع ناقص واحد ويساوي تسعين بالمئة إذا قوة الابتباط بين X و Y حسب معيار معامل سبيل من الارتباط الرتبة هو تسعين بالمئة هذا المعيار الكثير يستخدم في بيان الرأي بأي رأي الناس عن رأيهم بشيء معين وإذا أخذت عينة عشوائية مثلا من شخصين سألتهم ما رأيك بالمجال الفلاني بالموضوع الفلاني بالحال الفلاني بالحال القصارية وسألت كل واحد منهم أن يعطيك رتبة يعني أو علامة بين الصفر والمئة فإذا سألت مثلا عشرة ما رأيته أن يساوي عشرة إذا سألت خمسين يكون عندي أن يساوي خمسين في هذه الحالة وتستطيع استخدام هذا المعيار أو هذا المقياس حتى تحسب معامل سبيل من الارتباط الرتبة المقطع المقطع القادم بإذن الله شكرا لكم على حسن متابعتكم المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون حول أو عن القيم المتوقعة المتغير العشوائي لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم معرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى